موسيقى قلد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد بقصر بيان صباح امس كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الامري بتوليتهم ضباطا بالجيش بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الامري بعدها تفضل بتقليد الرتب ومن ثم ادى الضباط القسم القانوني في موقف لافت شن النائب حمد الهرشاني هجوما مفاجئا امس على نواب الاقلية من رعاة الاستجوابات ودعاة العفو عن المدانين في قضية اقتحام مجلس الامة وقال الهرشاني في تصريح صحفي ان هؤلاء النواب ليس هدفهم الاصلاح ومصلحة المواطنين كما يدعون انما هدفهم الاستعراض والضحك على الناس مؤكدا انهم استمروا دغدغة مشاعر المواطنين والتكسب الانتخابي وربما هدفهم ابعد من ذلك واضاف انهم يسعون الى الاساءة للنظام والحكومة بغرض الوصول الى ما يسمونه الحكومة الشعبية مستغربا خضوع الحكومة لهم رغم ان من بينهم مزورين ومتطاولين ومحرضين على الفوضى ومتحدين للسلطة ومخالفين للدستور والاعراف والمبادئ رد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبد الكريم الكندري ونائب صفاء الهاشم على التصريح الذي ادلت به اول من امس وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم تعليقا على واقعة بث مقيمة فيديو تشك فيه تعرضها للضرب من بعض المواطنات وقال الكندري في تغريدة على تويتر كل من على ارض الكويت خط احمر والامر لا يتعلق بالكرامة فقضية الدعاء الوافد المصرية محلها القضاء كحال اي قضية اخرى من جهتها قالت الهاشم ان الوزيرة مكرم اطلت علينا بتصريح افادت فيه بان كرامة المصري وبالاحرى كرامة المرأة المصرية خط احمر لكننا نحترم السلطة الكويتية والقضاء الكويتي على واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية المقيمة في الكويت واضافت الهاشم الوزيرة قائلة اسمعيها مني عزيزتي وزيرة الهجرة ووزيرة الكرامة طالما حضرتك تحترمين السلطة الكويتية والقضاء الكويتي فقد كان الاجدر بك عدم التطرق الى مسألة الكرامة واسلوب دغدغة المشاعر كونك تعرفين حق المعرفة حرص السلطات الكويتية والقضاء الكويتي على كرامات الناس وانتصارهم على مر التاريخ للضعيف قبل القوي تحت رقابة سلطة الشعب وحرية الصحافة غير المواجهة وافق درجات تقادي تضمن كرامة حقوق المتضرر فلا داعي للتكسب السياسي والاعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشة من العبث بكرامات الناس اكرمناهم اكثر مما اكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الاحمر للمواطن الكويتي ويعبث بمصير حياته اليومية والوظيفية ترجمة نانسي قنقر